هو انت ما زهقت شابشواندس يعني ما جاش عليك وقت كده زهقت لان احنا بنشوفك ان انت مستمر وحريص ان انت تكمل يمكن ده سؤال بيتسل كتير قوي يعني فيه ناس تقولك احنا 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 زهقنا يعني احنا اللي عايزين نخس زهقنا ما دلك انت انت ما بتعملش حاجة غير ان انت بتحاول تشجع الناس لكن كتير من الناس يعني زهق او مل او هو شايف ان هو يعني الموضوع بالنسباله بقى ملل انت شايف ده من وجهة نظرك لكن لي انا وجهة نظر اخرى ده رسالة ربنا سبحانه وتعالى الدهاني في هذه الدنيا وزي ما انا قلت لك دايما كل واحد فينا في هذه الحياة عنده رسالة ولو انت كده يعني امعنت النظر في الحياة هتلاقي ان انت لك رسالة ولو صغيرة ولو كبيرة ممكن تكون انت في وجهة نظرك رسالتك صغيرة لكن لها تأثير كبير ممكن تكون سبب في تغيير بني ادم واحد والبني ادم ده يغير ناس كتير جدا فتكون مجمل رسالة بتاعتك رسالة كبيرة فسبحان الله يعني أنا دي رسالتي في هذه الحياة لا هستفيد منها بشيء غير أننا يعني ربنا سبحانه وتعالى سيجزيني عن هذا خيرا في الآخرة إن شاء الله بإذن الله ودي هدفي ويمكن اللي امتبعني من زمان من أول يوم لو انت شفت القناة وامتابع الصفحة والقناة هتشوف أننا من أول يوم لغاية دلوقتي بالعكس بحاول أطور من نفسي بحاول أشجع الناس كلها ولكن لازلت على العهد واللي أنا قلته إن أنا أساعد كل إنسان بيحاول إن هو يغير من نفسه أوعد فكر إن أنت لو أنت من الناس اللي زهقت ففي غيرك يعني لا يعلم ممكن الطريقة إزاي إنه ممكن يخس يعني في ناس لغاية دلوقتي عندها أفكار غلط عن الرجيم فاكرين إن هو أصلا كده يعني هو جسمه كده ودي وراثة ولكن لما بيسمع الفيديوهات بتاعتنا لا دي مش وراثة دي عداد غذائية غلط حضرتك بتعملها مفيش حاجة اسمها إن أنا ورث السمنة ممكن أكون عندي الجين اللي بيديني قابلية السمنة ولكن لما باكل وبعك وبلغبط بيبتدي الجين دا يتفاعل ويبتدي إن هو يبقى ليه تأثير لكن طول ما أنا بنظم أكلي وبظبط أكلي وباكل في حدود سعرات الحرارية ولا ليه تأثير في حياتنا فطبعا أوعى تفكر إن أنا ممكن أزهق اللي ممكن يوقفني بس عن التشجيع ليكم هو إن أنا مبقاش موجود في هذه الحياة زي سماح رحمة الله عليها كانت لآخر لحظة وهفضل أقولها كده إن هي لآخر لحظة لآخر لحظة والآخر الثانية في حياتها كانت مسكة تليفون وبتساعدكم وبترد على استفساراتكم فأسأل الله إن يجعل خاتمتنا يعني وإحنا بنساعدكم وإحنا معاكم لأن والله دي نيتنا خالص الله عز وجل ويمكن فريق عمل لو نفسك تخص لو إنت عرفتهم واحد واحد هتشوف قدية الناس دي كلها طيبة وقدية الناس دي فعلا عايزة تساعد غيرها بشكل كبير جدا الفترة اللي جاية وفي شهر سبتمبر هيكون عندنا رحلة الرحلة دي لمدة أربع سبيع خلال شهر سبتمبر شهر سبتمبر يمكن بعد الصيف بيبقى الواحد طالع من الصيف للأسف الشديد وزنه زيادة قوي النتيجة بقى العكب والخروجات أن أنت بتبقى تحت تأثير اللي هو بقى العشوائية في التعامل مع النفس أن أنت ما بتعرفش النام كويس نومك مضطرب فبالتالي هرموناتك مضطربة فبالتالي بتعق كتير بتبوز ما بتعرفش تصحى من النوم بدري فبتصحى متأخر فبتبقاش عايز تأكل فبتيجي تأكل بالليل كتير الأكل بالليل غلط فهرموناتك مش متزبطة فتلاقي الدنيا عندك مش متزبطة تماما فده بيؤثر عليك بشكل سلبي في النهاية وده بيؤثر على صاحبك بشكل سلبي فبتطلع من الصيف للأسف وزنك زيادة قوي وتلاقي نفسك أن أنت بتدور يعني يمكن أنا أعلم جيدا أن التفاعل بيزيد قوي في فترات معينة من السنة منها فصل الخليف ومنها فصل الربيع اللي هو الانتقال ما بين الصيف والشتاء الناس بتبقى عايزة تدخل الجامعة تدخل المدرسة شكلها حلو شوية بيتعرض أنه هو لما بيروح ياخد لبس المدرسة أو يبتدي أنه هو يشتري لبس جديد للكلية فيبقى شايف أن اللبس اللي بيجيبه ده اللبس مش مناسب لي فيبطر يجيب مقاسات أكبر شكلها وحش عليه فبيحاول يدور على أنه يبقى عنده يعني يحافظ أن هو يتغير أن أنا عندي حافظ أن أتغير عشان أبقى شكل حلو في الكلية لكن أنا نصيحة حاول طول الوقت أن يبقى الحافظ هذا موجود أن صحتك دي بقى دي حاجة قدام عينيك وأن أنت ما تستغناش عامها قوي يعني يعني بجد الله هيفر معك بشكل كبير هو أن أنت تحط صحتك دي في مكانة تانية مكانة مهمة جدا وربنا سبحانه وتعالى سيسألك على صحتك وهيسألك على اللي أنت بتعمله في نفسك يعني دي بجد دي عبادة عبادة أن أنت تجاهد نفسك وأن أنت تصلح من نفسك لأن ربنا سبحانه وتعالى هيحسبك على إهمالك لنفسك وكمان ربنا هيجزيك خير على إصلاحك لنفسك وإصلاحك لغيرك فأنا خلال شهر سبتمبر إن شاء الله وخلال الأيام القادمة إن شاء الله هيبقى عندنا تحديات لمدة أربع أسابيع أنت وشطرتك واللي أنت عايزه أنت عايز تبدأ معانا أهلا بك الأنظمة مجانية لعمري طلبت من حد حاجة ولا قلت له هات علشان خاطر تبدأ معانا ولا عمري يعلم الله أننا مشيت في الطريق الصعب طريق الخير طريق صعب لأن إنت لما يجي لك عروض من الناس يقول لك طب بص إحنا ممكن يجي لك فلوس بس في المقابل هتبيع كذا أو هتعرض كذا أو هتقول كلام عن كذا أو أن أنت تروج العملية أو تروج الأدوية أو أو الكلام ده كله أنا اخترت الطريق الصعب إن أنا أشتغل بنفسي وإن أنا أعمل حكتي بنفسي وإن أنا أستقطع وقتي بنفسي مش بقول كده عشان أمن عليك لكن أنا بقول لك كده علشان أعرفك كويس قوي إن رسالة الخير ممكن تكون للراجل اللي بيعملها دي صعبة لو أنت شايف أن أنا جبت لك الحاجة أو جبت لك الأنظمة لغاية عندك وبقدمها لك عارف لو واحد بس استفاد من الصفحة لو واحد بس استفاد فأنا خلاص ده حاجة كويسة جدا أنت أفدت إنسان 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 عند ربنا سبحانه وتعالى شيء كبير فأنا برضو أنظر إلى هذا الأمر إن لو واحد بس استفاد من الصفحة وراء الصفحة فأنا مرضي وفعلا مش واحد بس ده فيه ناس كتير بتستفيد بس ناس ممكن ما تكونش بتتكلم ناس يعني بتبعتلي في الآخر ساعات ما ببعتش ساعات بعرف من بره إن فيه ناس فعلا اتغيرت بشكل كبير جدا فيعني رسالتنا إحنا بنحاول إن إحنا والله نصلح لك حالك لأنني فعلا في يوم من الأيام هيعد عليك وقت أنت هيصعب عليك نفسك وهتقول أنا ليه وصلت للحالة دي يوم من الأيام هتلاقي نفسك إن أنت الحركة نفسها مش قادر تتحرك يعني كحركة بس مش قادر تتحرك كخدمة لنفسك مش قادر تعملها ده ساعتها بتتوجع قوي يعني ساعتها بتحسها دي إن انت بتبقى إنسان موجوع وأنا يمكن مريت بالظروف دي مريت إن أنا كنت في مقتبل عمري ولسه ما كملتش 30 سنة وبقدرش أمش على رجلي وبقدرش أتحرك زي الناس العادية ببقى ببقى تعبان في كل شيء أنا بعمله يعني آخري كان حياتي كلها وأنا أكل واروح شغلي وارجع نام وبس كده مفيش معنى للحياة صدقني يوم هتتغير حياتك هتتغير 180 درجة والله العظيم الموضوع هيفرق معاك وأنا بقولك خذ يا سيدي موضوع إن انت طالع من الصيف ووزنك زيادة وإنت مكتائب من وزن الزيادة ده وبتدور على أي فرصة إن انت تغير بها من نفسك إن هي تكون انطلاقة لتغيير حياتك أنا بدأت في شهر 9 وأنا عايزك تبدأ في شهر 9 شهر كويس جدا للبدء في رحلة التغيير علشان تتخلص من كل دمونك شوف دمونك انت عايز تخص كم كيلو اكتب لي في التعليل انت عايز تخص كم كيلو والله مهما قلت من كيلوهات والله العظيم هتخصها هتخصها لو انت عايز ده هتخصها لو انت فعلا التزمت معانا وكملت معانا وبقولك التزمت معانا لأنني أنا الحمد لله بنزلك الأنظمة كل أسبوع مستمرة معاك بعد 10 سنين كل أسبوع بنزلك الأنظمة علشان خاطر حضرتك كده تشوفها وتمشي عليها وتكمل عليها وتوصل لهدفك بس فانت بيدك الاختيار اما ان انت تغير من نفسك او ان انت هتكمل مع السمنة لغاية ما السمنة هتجيب اخرك يعني هات اخر السمنة انت احسن يعني انت هات اخرها وتخلص منها احسن ما هي لتجيب اخرك وللأسف هتضيعك السمنة هتضيع حياتك و هتضيع عمرك و هتلاقي نفسك عمال تلف حوالين نفسك و ده كترة و مستشفيات و حاجات كتير وحشة انا بقول لك مش بخوفك ولكن انا بقول لك من واقع تجربتي الشخصية من واقع انسان جرب و عاش التجربة من واقع انسان لما جرب و عاش التجربة وتوجع و خاد فعلا شلوت جامد اوي من السمنة ابتدى يجري ابتدى يغير من نفسه ابتدى يطور من نفسه عشان يساعد غيره لوجه الله عز وجل و يوم الايام ان شاء الله لما نقف كده جامد بعض ان شاء الله بإذن الله ستعلم جيدا قد ايه ان انا كان املي ان انا اغيرك لوجه الله عز وجل دون رياء او نفاق او شيء او اطلب شيء منك خالص ربنا ابرك فيكم جميعا و يارب كده الرسالة دي تكون بمثابة رسالة الى القلب من القلب الى القلب رسالة من انسان محب ليك ممكن تكون انت انا مش رفتكش و انت عارفني كويس لكن انا مش رفتكش لكن والله العظيم دايما بتكلم و كأني شايفكم ممكن مكونش عارف و لمحكم لكن حاسس بكم و حاسس ان انتو بتعاني منه مع كل لحظة لحظة قلم بسبب السمنة لحظة ضغط نفسي بسبب السمنة لحظة اكتئاب لحظة كلمة وحشة سمعتها من حد لحظة ان انت او لحظة العجز ان انت بيبقى نفسك تعمل حاجة ولكن بتأجلها و بتسوفها علشان خاطر مش قادر تعمل هذه الحاجة يعني او هذا الشيء او تساعد حد او تساعد نفسك او اي شيء جزاكم الله خيرا و يارب كده يعني تبدأوا معانا و لو هتبدأ معاناك تبليف تعليقات ولو فعلا نفسك تتغير تابعنا عشان حياتك تتغير تحياتي ليكم استودعكم الله السلام عليكم تنساش تدعي لاختك الغالية سماح العشماوي و دي كانت اخر مسابقة ساعدتنا فيها سماح ساعدتنا في تلت مسابقات مسابقة شهر سبعة و شهر تمانية و شهر تسعة عملت لنا المسابقة دي و شاركت معايا في المسابقة في اعداد المسابقة دي سبحان الله و كأنها عمانا لا تقول لنا اوعي تنسوني و نحن ننساك أبدا والله لأنك كنت شريكة في هذا الخير ولازمت شريكة في هذا الخير ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا و أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أمين اللهم انصر أخواننا في لبنان و في فلسطين و في العراق و في ليبيا و في اليمن و في السودان و في العراق و في كل مكان اللهم أمين استودعكم الله السلام عليكم